وحول الحرب في أوكرانيا قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا قصفت اليوم الخميس مصنعا كبيرا للصواريخ ومنشآت لإنتاج الغاز في ضربات صاروخية جديدة على البنى التحتية المهمة في البلاد في حين اتهم الكراملين كييف بتغيير موقفها بل موقفها من إجراء محادثات السلام بين البلدين قائلا إنه لا يتصور الدخول في مفاوضات علنية معها وسمع دويو انفجارات في عدة أجزاء من البلاد بما في ذلك ميناء أوديس الجنوبي والعاصمة كييف ومدينة دينيبرو وسط البلاد وتم حث المدنيين على الاحتماء مع إصدار تحذيرات من الغارات الجوية ولم ترد أنباء على الفور عن وقوع قتلى في الموجة الجديدة من الضربات الجوية وقال رئيس الوزراء دينيس شيميهال إن الأهداف شملت مصنع بيف دانماش الضخم للصواريخ في دينيبرو ونقلت وكالة انترفاكس للأنباء أن الصواريخ تحلق فوق كييف إنهم يقصفون منشآت إنتاج الغاز الخاصة بنا ويقصفون شركاتنا في دينيبرو ولم يتضع الفور أي منشآت لإنتاج الغاز كان يشير إليها موسيقى